المخالف هنا لعلّه حين يسمعنا يشمئز ما هذا الغلو في السجود تسجدون لفاطمة أنت حين تسجد تقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني فكأنك تسجد لفاطمة عليه السلام ومن هنا قد يتسلل إلى قلب بعضهم إلى قلوب بعضهم من مرضى القلوب أن هذه أمارة على الشرك انظروا للشيعة إنهم يسجدون لفاطمة ويدعون فاطمة يا مولاتي يخاطبونها يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني ولو أن هؤلاء المرضى تأملوا جيداً لوجدوا أن هذا الذي علّمنا إياه الإمام الصادق عليه السلام أبعد ما يكون عن الشرك خُتم هذا الكلام بأي شيء بقوله عليه السلام وَاذْكُرْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهُ يَقْضِيْهَا أي شركٍ هنا؟ إنه يؤكد على أن القاضي للحاجة هو الله عز وجل صلاتك هذه من ركعتين إنما هي عبادةٌ لله وحده لا شريك له بل وحتى سجودك الذي تخاطب به الزهراء عليه السلام هو عبادةٌ لله طاعةٌ لله عز وجل والله هو القاضي غاية ما هنالك أنك تتوجه إلى الله وتفزع إليه باسم فاطمة